اشتركوا في القناة 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 وفي السورة البوابة وبينزل بيها كده على النسر انا لقيت عناية قلت يا رب محد مركوش دعوا بياسوبوني فحيلي هشوف الأهل كده هشوف الأهل كده يطلع عنا هتشوف كل الفروع كده كمل بقى اللي انت عايزه ربنا ادي كابتن خطيب الصحة بكرة هيسافر ان شاء الله للعلاج لكن الحمد لله حالته وان كانت التحتاج هذه هاي شوفوا المنظر شوفوا بوابة الأهل بعد شهور هتبقى بهذا الشكل على فكرة كانوا مخبيين انا اول مرة اشوفوا بالمنظر ده ينهرم يدح يبقى بوابة النادي الأهل ساعة سانت شوفوا كابتن خطيب متحامل على نفسه قد ايه من اجل الأهل ومن اجل انجاز كل المهام اللي التزم بيها ووعد الأعضاء بيها واللي بيتمنها للجمهور بعد هذا المؤتمر الطويل اللي خاد فترة طويلة من الاعداد والتنسيق والترتيب والتخطيط والاجتماعات والموافقات عشان توصل لللي وصلت له النهاردة على سبيل المثال اللي حيسافر في آخره في رحلته العلاجية ان شاء الله يرجع بقى الف سلامة من الصبحة باش منس يعني بدأ معنا اجتماع للمجلة ساعة 10 الصبح كان موجود قبل الاجتماع في النادي خلصنا اجتماع المجلة ترأس اجتماع لجنة الكورة لقيت الكابتن زيزي وكابتن عالعب صدق مستنين على الباب هو خلص يدوب وقف فك جسمه ودخل في موضوع الكورة خلص اجتماع لجنة الكورة ترأس اجتماع شركة الالي الانتاج الاعلامي خلص دقلهم بدأ اجتماع المكتب التنفيذي سابهم في بعض الحالات للاستاذ العمري فاروق ومشي فانت متخيل عارف مش راح فين راح يعمل اشاع اه قبل المسافر فبصوا مكلمني قالي بقى وصاني على سابع علي كامل بصوا الالتزام باداء كل لحظة من اجل الاهل ومن اجل اعضاءه ومن اجل جمهوره بتشوفوا حجم التفاني بتشوفوا حجم المجهود وحجم الحرص على قيمة النادي الاهل هذي يا جماعة بتاعوا عنيكم وسجلوا هذي هي مؤتمرات الاهل بالضبط